بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت A تتغير عكسياً مع B نطلب عكسي على طلق تبقائنا A تساوي ثابت على B وكانت A 28 عندما B تساوي ثابت على B فأوجد قيمة A قيمة الثانية هنا مثلا 1 302 فأوجد قيمة A عندما B تساوي ثابت على 10 طيب الآن أنا أقوم هنا في ضرب الطرفين في الوسطين فلن تساوي ثابت على 2 وجهول القيمة ثابت على 20 وكلمة فأوجد قيمة ف Sut 50 على سالب 10 سالب 10 إذا كنت تكتبها بطريقة العدد الكسر إذا كنت تقسيم 10 خمسة في 10 على 50 يبقى 6 إذا قيمة A تساوي 3 3 على 25 السالب 10 6 على 20 وهذه هي قيمة A والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته